من جانبه أدان الأمين وعامل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت لاعتداء الإسرائيلية على الضفة وقال أبو الغيت أن التطورات الأخيرة تمثل توجها خاطيرا يستهدف الانقلاب على بقايا الاتفاقيات الموقعة وعادت ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذا لأجنتة اليمين المتطرفة وأكد أبو الغيت أن إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان وأن العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا علاقة لها بهاجمات السابع من أكتوبر وإنما هي تنفيذ لمخططات التهجير وتصفية القضية وأكد أبو الغيت أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد محملا واشنطن المسؤولية عن استمرار هذه العربدة الإسرائيلية المتصعدة في المنطقة